أربع جرائم قتل في المجتمع العربي بأقل من 24 ساعة في ارتفاع مقلق منذ مطلع العام وصل ضحاياه لثمانية وسبعين قتيلاً بينهم إحدى عشرة امرأة ولا رادعاً لاستمرار هذا العنف عنوين وأخبار عاجلة يومياً عن فقدان شبان وأطفال ونساء وكبار وليست بالظاهرة الجديدة ولكن وطيرتها متسارعة في الأوينة الأخيرة لتشتعل ردود الفعل غضباً في ظل تقاعس الجهات المسؤولة كسياسة ممنهجة لينفجر العنف في البلدات العربية وبوقوع جريمة تتسارع الشرطة الإسرائيلية لفتح تحقيقات والوقوف على ملابساتها ومن ثم إقفال ملف التحقيق بعد تقييده ضد مجهول فقد حملت لجنة رؤساء المجالس المحلية العربية على سلطات تطبيق القانون معتبرة أن جزءاً من إسرائيل فقط يمكن اعتباره دولة قانون أما الجزء الآخر فيسوده الفلتان الأمني وأن النقب والمدن المختلطة أمست ساحة قتال تستوجب الرد والعناية المركزة كما طالبت اللجنة من مفتش الشرطة العام الجنرال كوبي شابتاي أن يدلي بإضاحات حول الخطوات التي ستتخذها الشرطة في التصدي لموجات العنف في تنصر من مسؤوليتها وتبريراً لازدياد العنف دون تدخر واضح منها توضح الشرطة الإسرائيلية أن 96% من السلاح غير القانونية ضبطة في المجتمع العربي كما تبين أن 40% من العاطلين عن العمل هم من الشبين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عاماً يتجه بعضهم إلى الجانب الإجرامي وفي تصريح سابق له قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمير برليف إن الجريمة في المجتمع العربي هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرطة مضيفاً أن التعامل مع هذا الأمر يستغرق وقتاً مستبشراً بإجراءات ترمي لتقليص العنف بعد سنوات طويلة من إهمال حكومات إسرائيل المتعاقبة يوم آخر من مآسي شعبنا لم تخفل عنه آلة القتل وانفلات السلاح ليصيب عمق المجتمع العربي الذي بات يصارع الجريمة حفاظاً على تماسكه فالمأسوف على شبابه ابن قرية جلجوليا عبد قرمطة الذي زفوه محمولاً على الأكتاف عريساً في شهر أيار الماضي إلى بيت كان عامراً بأحلام تأسيس عائلة عاد من كفر قاسم قتيلاً محمولاً على الأكتاف إلى مثوه الأخير وفي الوقت الذي تتشح فيه بلدات عربية أخرى بسواد القتل وانتهاء مشوار أرواح كانت زاهرة مفعمة بروح الشباب يرتقب المجتمع العربي مسرح الجريمة القادمة في حلقة جديدة من مسلسل إراقة الدم المستمر